بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد بنعمله عن التاريخ المصري الأديل الفيديو اللي فات اللي كان جزء منه بس مباشر والجزء الثاني منه كان متعلق زي ما حضراتكم عارفين به الجزئية الخاصة أنا آسف الجزئية الخاصة بمرحلة الهكسوس اللي كملناها تناولنا فيه التدخل الأجنبي الكبير اللي حصل في مصر في نهاية الدولة الوسطى نصوص اللعنة اللي اتكلمت ولعنة الناس اللي انتقموا أو قدوا أشياء وحشة ليه البلد نقشنا فيه حاجات كتير هل فيه هكسوس؟ هل فيه دولة أسماء الهكسوس؟ هل هم داعش؟ هل هم فكرة من هذا مش بالشكل الإرهابي لكن على الأقل فكرة الجماعات اللي بتتجمع مع بعض وبتكون أو بتدخل وبتفرض سيطرتها نحن النهاردة بقيت جبهة النصر هم الأسماء الكتيرة أو اللي احنا شايفنا في دول العربية كتير ربنا يحفظ بلدنا من كل شر مصر بعد خروج الهكسوس لكم كان فيه إيجابية واحدة قبل كده كان عشان بعض النصب سببت لهم نعم من الدهشة شوية هل المصريين ما كانش عندهم جيش؟ ما قلتش بو كانش عنده جيش لكن كان الملك وقت ما بيبقى فيه كان الملك بيبعد فلان يقوم عندي وني وعندي سنوه وعندي سنوه لكن الملك كملك يخرج على راس جيش ما شفتهاش شفتهاش ألا مع الدولة الحديثة لأن تحول الملك إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة خلاص بيت عندي مؤسسة عسكرية الملك هو قائدها الأعلى له معاونين له زبات جيش بقيت فيه وظيفة بقى فيه تعبير حتى بنسمعهم ان يقولوا انك تبقى نفر نفر بقى عناها جميل ومعناها حلو والبعض التاني بقى بيقولها بمعنى نفر نفر اللي هو الجندي اللي لسه الفرفور أو العيل الصغيرة اللي بيدخل الجيش مصر بتدخل من هنا على مرحلة بنطلق عليها مع بعض يا جماعة اسم مرحلة الامبراطورية المصرية 600 سنة 620 سنة مصر في مرحلة أو منعطف تاريخي رهيب الدولة الحديثة مصر بتسيطر على العالم مصر صاحبة الكلمة العليا في العالم لها كل الامتيازات والمكانة العالم يخشها أحمص لما جاء في الدولة الحديثة كمان ظهر لقب فرعون رقب أو اسم صديق العزيز اللي سيد أحمد نور الدين سيزعل وقال لي لا اسمه هو لقب يعني ليس تلف كثير ولكن على الأقل من عدد حطمس الأول شبه مؤكد ظهر شكل يمكن حب أفصل شويا بدون مدخل كثير في الكتب السماوية لكن الكرآن كان لطيف أولا ما قال لي وقال الملك ليوسف قال الملك يأتوني به أستخلصه لنفسي لما جاء عند موسى قال نطلع عليك من نبا موسى وفرعون نقوم إحنا كابتوها التاريخ شويا وقف نقول آه ده وعايز يقول لي أن موسى أن يوسف جاء قبل بداية الدولة الحديثة لكن مش شرط يكون مع الهكسوس علشان البعض الثاني اللي بيرمي يقول لك هكسوس والكلام ده لا مش شرط ممكن يكون دولة وسطة وممكن خاصة أن الكتاب المقدس فيه تفسيرات وفيه حاجات مش مجالها اللي احنا بتتكلم فيه دلوقتي ان احنا نقف عندها لكن على الأقل بدأت ألاقي تقديس الحاكم أحمص خلص من الهكسوس بتارية البلد تقف على رجلها مراته ادها مكانة كبيرة جدا لأن مراته ساعدته وقفت جنبه كانت وتد وعطت جنبه والدليل أن أحمص لفرتاري خدت لقب غريب جدا ما حملته مرأة قبل كده كان أول مرة وهو لقب الكاهن التاني لآمون في الكارنة مرات الملك كاهن الأمون ده غير اللقب اللي خدتوا بعد كده أنها بقت الزوجة الملكية الأمون أو بقت الحمة نتر اللي البعض بيقول عليها المحظية الإلهية سيطرنا على النوبة حطينا لقب الوالي وابتنين الدي كان أشهر واحد لو أنتم فاكرين كان سوري سوري ده بتاع بوهن اللي الملك اداله مكانة ولما اشتغل معها من حطب الأول اللي جي بعد اتحط على الملكين بشكل رائع أحمص حط الأساس بلاد الشام نزلت ابتدى يظهر تعبير الميتانيين شوية يظهر في المرحلة دي اللي هي الهجرات الأرية اللي نزهر شمال شرق الشام وأطراف العراق ابتدى أحمص يأمن التجارة يطلع بالتجارة لغاية كريت والغاية بحري إيجا تالت الأمور تبقى تحت السيطرة أمنحط بالأول مسك النوبة قوي خرج على رأس الجيش بقى هو وأحمص ابن إبانا وأحمص ابن نخبت لما الاتنين بيكلموني على الامتيازات اللي خدوها وعلى هداء اللي خدوها كثبات جيش وعلى النعيم اللي كانوا عايشين فيه مع الملك هنا بالله أمنحط بالأول بيصل للمكان ده تعبير الميتانيين زي ما قلتلكم بيظهر للمرة الأولى وفي عهده بيشير البعض إلى اختراع ما يعرف بالساعة المائية وكانت موجودة في المقبرة 85 في الطيبة الغربية يعني بدأت كمجتمع أخرج زي ما بيقول لي أرنود توينبي بدأت أبقى أعمل زي اللي نايم بعد مشوار عندي تعب وشورج نمت وخدت قصته من الروحة كويسة أقدر أقوم أشتغل بفكر جديد بعهد جديد فعلا ده اللي حصل مصر خرجت بفكر جديد بقوة أنا دايما نقول ده مصر عملت زي المارد اللي خرج من أمقم الأمقم اللي حيش هو تقاليد وعدات ولكن أنا خرجت من الأمقم وفتحت عيني على العالم كله علشان كده لما أمنحط بالأول مات ابنه جاء ابنه ده عمل لي حاجة غريبة قوي ابنه أول ما جاء ابنه اللي هو تحطمس الأول بداية اسم تحطمس جحوتي مس أو جحوتي موسى وليد جحوتي علشان كده عوز الفت النظر لحاجة مهمة قوي قوي بعضنا بيقف عند حتة ويقول لك موسى مو بالهيروغليف يعني مية وصا يعني ابن يوم يقول لك موسى ابن الماء موشي ابن الماء ويا سلام على التفسير آسف الهيروغليف مثل العربي موسى ما فيهاش of في الإنجليزي موسى معناها ماء الابن وليس ابن الماء وما الموسى معناها موسى تسمية مصرية صحيحة معناها وليد نقطة من أول الصد علشان ليه اليهود بيلعبون يوم يطعم اللي كتاب يقول لك التوراة الهيروغليفية أصلا التوراة الهيروغليفية واخد من والدليل موش بتاعي ما هو موش هذا بتاع ابن الماء من المصرين شكرين قوي المصر القديم يعرف يستخدم مسمى الحاجة الغريبة نتحطمس الأول هنا استمرار لدور المرأة المحترم لما كتب مرسوم تولير حكم اللي بعته الفوري ده الرجل بتاع بوهن قال له اسمه أمه سني سينب أمه كان اسمها سني سينب الحاجة الغريبة دي ليه انت عملت كده ليه بتقول كده ليه بتبعت المرسوم معينا كدت على المأسورة المرمارية اللي احنا شرحناها وانا بنتكلم مع الكرنة كتب اسمه مع ابو اما تحط بالأول حط اسم تحط مصر الأول كملة وحط لكن لما عمل المرسوم طب تجد نشوف المرسوم بيقولي لما ببعت أنا لأي موظف بقوله وجي نسو وجي نسو ده تعبير مصري قديم معناه مرسوم ملكي أو أمر ملكي بيقول في جلالتي من الآن يحكى بأنه ملك مصر العليا والسفلة عليك أن تعرف دباجة ورح تطلو الخمس ألقاب بتوع الملك ولقب الذي سيكون في المراسم الدينية على خبر كرع اللي هو اللقب اللي بياخده الملك مع طولين الحق اللي بنسميه اللقب النسو بيتين وتاريخ الاحتفال بعيد تتويجي حط له التاريخ ده سو 21 قبد 3 برد سو يعني يوم 21 اليوم 21 قبد يعني شهر 3 من فصل الشتة يبقى أنت يوم 21 من 3 من فصل الشتة لو سمحت تقيم الزينة وتأمل احتفال بعيد ميلادي كملك الملك ده كان ملك محارب بمعنى كلمة محارب تحط مصر اول محارب بمعنى الكلام تخيله فنسوسو كان بيقول ساعة في الحرب افضل من يوم من الدحك والغل يعني عادي بنسر لو مش عارف ايه لا انطلع حارب علشان كده خروجه ما كانش خروج لتأمين حدود لا ده خروجه كان خروج توسعي كان خروج كبير كان خروج بيفرش ارضية الفرشة الارضية وصل لغاية نباتة وعند نباتة اعلن حاكم هناك وقال عليه الابن الملكي حاكم كوش طب ليه الابن الملكي هل هو عين ابنه لا ولا ملك في المرحلة دي عين ابنه فعليه هو عمل ايه جاب موظف انا النهارده لما ايجي اقول مثلا لو متذكرة هكو بداية المشكلة في سينة شمال سينة بعد 36 فكريم سيدة الرئيس قال ليه قالت عبد حلو او قالك للقائد العسكري الموجود في شمال سينة صلاحيات رئيس الجمهورية هو هنا هو مش رئيس الجمهورية وما لهش علاقة برياست الجمهورية لكن هو اداله الصلاحات لما اجن علي واحد اقول له انت الابن الملكي او ابن الملك هنا هو حتى لو مش ابن الملك فاصبح يقلي وعشان كده عمل حاكم وصله لغاية الكاب وقال له انت حتكون موجودة هناك قواته دخلت سيطرت ووصلت حتى اطراف نهر الخبور والفرات ووصل للمنطقة اللي اتكتبت فيه النصوص المصرية نهارينا عند ميتان اللي احنا اقول الهجرات الارية اللي استغلت الامور في شمال شك سوريا والاراق وحطت ايديها عليها وهناك الملك راح ضربه متحرك لغاية اطراف نهر الفرات وقال هناك اللوحة واللوحة حدد فيه قاله ملكي يمتد من قرن الارض قرن الارض اللي هو الجندل الرابع عند جبل البرقل الى المياه المعكوسة المياه المعكوسة يعني المياه المعكوسة لما راح الجيش ما هتحطمس الاول شافوا حاجة لطيفة قول شافوا النهر ماشي من الشمال للجنوب احنا نهر النيل عندنا ماشي من الجنوب للشمال فالمصيين قالوا تعبير رطيف جدا قالوا ايه النهر ده اللي بيخلي الطالع نازل ده مو قدو مو قدو يعني مياه ماشي غلط او مياه معكوسة فلما جي الملك قال حدودي من الجندل الرابع الى المياه المعكوسة يعني حدودي مما يقترب من السودان دلوقتي ان صح التعبير لغاية العراء امبراطورية لا تغيب عن الشمس حطمس الاول مصر بعظمتها الملك وصل بيه الامر انه خرج خلصنا الحملات في حتة في مامانتي اتنية بيصطدوا فيها افيال خرج بجيشه زي ما حكى احمس بن نخبت وقال انه جاب للملك ناس من 200 متربطين ودبحهم قدامه والملك كافه وده بقول ده انا جبتلك عربية شريط حربي او يعني عجلة حربي بلا عليها بالناس بكلهم قدامك ودبحت منهم 21 وكافقتني ايها الملك العظيم ايه اللي انت بتعمله يا تحطمس الاول ده ايه العظمة اللي انت وصلت لها يا تحطمس الاول ده ده انت وصلت ان انت اول ملك دخلت ودي الملوك بشكل مؤكد بقول بشكل مؤكد لان فيه عراء بتقول اما نحط بالاول او غير وجبت المهندس بتاعك انيني اللي كان شغال شوية مع ابوك تقوله انيني انا هايز قبر يتعمل لي في الست معايت الست معايت اللي هو البر الغربي ومنطقة الجبانة اعمل لي قبر اقا ان سجم مقا بالهيرغريف يعني يشوف سجم يعني اسمه بنيت للملك قبر ولا من شاف ولا من دري لأول مرة كان ملك يضع قبر في وادي الملوك تحطمس الاول عظم التحطمس الاول مكان التحطمس الاول الكبيرة قوته العظيمة زي ما اتكلمنا على الكارنك ومقدمته مشارجة اقول عمل في الكارنك والمثالات اللي عملها ولكن تحطمس الاول هو الملك المحارب الاول القوي على الارض الذي خرج لي جعل امبراطورية مصر تبقى ولكن جي حفيده وحفيده كان اشتر شوية العلم كله ارتذكر لحفيده ما قام به فكان هذا الحفيد هو امبراطور مصر الاعظم واعظم ملك انجبته مصر في تاريخها وهو تحطمس تالي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل شغلنا على تحطمس تاني ابن تحطمس الاول عمل ايه لما احمص مراد تحطمس الاول ما خلفتش ولد خلفت بنته والبنت دي مشهورة جدا هنشوف ايه السراء اللي حصل هنحاول نصحح مفاهيم هل اتنين تخنقوا والست دي هاي دورها وهل كانت بتكره ابن جوزها ولا ايه وكانت بالنسبة ابن جوزها ايه اشكركم اشوفكم في فيديو جاي نكمل فيه الدولة الحديثة او الاسرة التمنتاشر تحديدا بكل تفاصيلها وبكل احدث شكرا جزيلا اشتركوا في القناة